السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي كل متابعين ومسع بيرخطة في كل مكان. النهاردة ان شاء الله بكمل معاك وكورس تأسيس الفونيكس. كنا عملنا الحلقة الاولى والتانية. النهاردة ان شاء الله الحلقة التالتة هنتكلم عن الشورت اي. شورت اي. حرف الاي صوته اي. دايما نحكي للاولاد ونقول لهم ان الاي دي مش بتسمع. كانت بتلعب كده وقعت على ودنها فبقت مش بتسمع. كل ما حد يتكلمها تقول له اي. اي. اي تابعونا نشوف صوت الاي مع كل الحروف. هنا طبعا حرف البي عرفنا صوت بى. وبقاط اي يبقى بى. بى. يبقى بي و естеة بي. طيب حرف السي. حرف السي صوتو ك. لكن قلنا السي لما يتحدث اي 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 اي. بيبقى صوتو س س س س د د د ف ف ج ج ج ج خارف ج ج ج ج ج اي اي ج ج ج ا ج ج ج ج لكن عندي مثلاً أورنج يبقى حرف G عندما يأتي بعده I أو Y يتنطق ج حرف H صوته ه ه ه حرف J وراء I تبقى ج كه ل M وراء I ستبقى م N وراء I ن بي طبعاً تقيلة كيو دايماً يجي وراها اليو الكيو صاحبتها اليو يبقى كوي لأن الكيو واليو صوتهم كوي بالE كوي ري حرف R نطلعهم من الحال بدون R ري S وراها I تبقى س س ر C T وراها I ستبقى ستبقى V بعدها I V W بعدها I بحرف W صوته W يبقى W بحرف Y صوته Y يبقى Y حرف Z صوته Z يبقى Z طب يلا نقولهم كده بسرعة B S D F G H G K L M P P Q R C T V W Y Z حرف C وراها I أو Y ستبقى ستبقى س طيب تعالوا نعلم الطفل الحلو اللي معانا كيف ينقراهم مع بعض يلا نشوف كده B وراها I هتبقى به به طب لو حاطنا لها ت بت بت طب لو حاطنا لها د هتبقى بد بد طيب C وراها I س س لو حاطنا لها يعني إن سن سن حطوا كمان T سنت سنت طب س مثلا حطنا م س حطنا مثلا س حطنا د س أنا بحط الحرف الثالث صون للثالث علشان أكون الكلمة هبدأ أعمل كده الابني أعمله نفس الحرفين كده بعد ما يتمكن من إنه هو يقرى الحرفين مع بعض دول وأبدأ أدخله حرف ثالث واشوفوا بقى هيقولها ازاي هنا كده دي اسمها ج ج حطنا حطنا لها ت قلنا مع ت سيبقى ج ج ج أنا فاهمون انه هو شيء شذب في الكلمة دي بالذات ج طيب ممكن أقول له مثلا كده ج ج ج جد طيب نشوف مع ه وراها ه ه ه طيب نحط لها ان تبقى هن 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 ونحط لها ت ت تبقى هات 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 نحط لها ب هاب 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 طيب نحط لها النه لن 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 نشوف الام معاها الاي م م حطينا تي م ت مت حطينا مثلا بي م ب مب اي حرف حتى لو كلمات مش ليها معنا بس انا المهم اخليه يعرف يقرأها طيب نشوف البي وراها اي بي بي احط لها ت تبقى ب ت بت بت احط لها النه ن بان 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 لن بج با 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 ال انه وراها اي نه نه تي نات 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 هط للها دي ناد ناد طيب ر وراها اي ده ر راد S وراها E S حطلها T سات حطلها مثلا D ساد حطلها M سام طيب T وراها E ته حطلها D تاد حطلها ن تان تان حطلها P تاب طيب V وراها E حطلها T V V V أي حرف أي حرف أحطه أشوف هيقراها إزاي V I T V نجي W وراها E قلنا W الصوت W E W W W W T W W W W طيب لو حطنا D W W W طيب الواي صوته Y حطلها Y Y حطتي YAT YAT أحط Y M YAM Y S YAS لو حطنا S YAS طيب Z Z Z Z Z Z R وحطت R R R و الأمعة بعد R يبقى Z R Z R Z Z R اللي هو صفر وانا كده بالطريقة دي هعلم ابني الشورت اي بكل سهولة ولما يتمكن منها ان شاء الله نتنقل علاء الجزئية اللي بعدها اللي مش شاف الحلقتين اللي قبل كده يشوفهم علشان يقدر يكمل معايا خطوة خطوة وانتظروني ان شاء الله الفيديو اللي بعد ده على طول هكمل معاكو الشورت يو والشورت او او اشوفكو ان شاء الله الفيديو الجاي جاي جود باي موسيقى